تسمح لي أسألك كم سؤال؟ كم سؤال ولا سؤال واحد؟ لا كم سؤال؟ كم سؤال؟ الله المستعان تفضل حضرتك تظهر الهدوء لكن هل ده يخفي غضب شديد ورا؟ آه مش عارف أداري حقيقة انت ما شاء الله عليك فعلا يعني أنا 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 بتمسك فعلا وصبور قوي لكن فعلا في لحظة ممكن يطلع بركان صح حقيقة ما شاء الله عليك طب هل ينفع انك زعلت مساعد مخرج لدرجة انه عيت قبل كده؟ آه من اللي حكاية لك؟ مساعد مخرج خلته يبكي؟ آه ليه كده؟ لا بس ما كنتش قصد سازي وصف ليه كده؟ لا بدون قصد صدقني وما أنا حطر رحكي للمستخابة بقى الحكاية لازم تحكيلنا آه آه بس انت عرفت ازاي؟ عرفت من مصادر الخاصة مصادرك الخاصة بتشغل ورانا ناس مصادر؟ طيب هحكل حضرتك وبأمانة اقول لي بقى اذا كنت أنا غلطان ولا مش غلطان هقول الموقف ده كان في رد اعتبار آه لا لا في أسر العز آه وأسر العز الحضرتك فاكر كنت أنا عمل فاروق به وفاروق به ده كان راجل آه اللعبان شوية وخبيس وشرير يعني هو بيزهر الطيبة لكن هو شرير هو اللي قاتل الراجل وهو اللي عمل وكل أحداث يعني فيوم من الأيام آآ مع ضغط الشغل وممكن لواحد بين المشاة كده يرتاح شوية أو بعد يذاكر فأنا قاعد في قطي وجيه المساعد آآ خبط على الباب وقال هو الأستاذ يوسف هنا وبص كده ومشي فأنا اللي سمعته هو بيقول أستاذ يوسف هنا ولا حد حتى من الزمل اللي عادين معايا سمع هو بيقول كده فبص أستاذ يوسف ورح واخد بعض وجاري نزل قال للأستاذ رائد أنا مش لقى الأستاذ يوسف عبيد في القوضة ومعرفش هو وقفين والكاميرا وقفة لأنه حد اشتغل هو تلاقي كم استعجل فيعني بص على السريع وجري آآ آآ طبعا هو لم عمل كده بيت أنا في صورة وحش أنا كنا بعطل العمل وانا ما أمعرفش أنهم عايزيننا أصلا لكن هو المفروض أن المساعد يخش للممثل أستاذ يوسف جاهز حضرتك فأقول له آيو يا ابني يعني لو كان على صوته بس كنت أسمعه لكن هو أخد نفسه وجري وراح قال للأستاذ رائد أنا مش لقى له أستاذ يوسف فأضطر الأستاذ رائد يتصل بيها على التليفون أستاذ يوسف أنت فين إحنا وقفين عليك قلت له رسم أنا في قطي قال لي في قطيك إزاي إذا كان المساعد طلع ما لقاكش قلت له يا فندم أنا في قطي أنا جاهل حضرك حالا جاهز ولابس قلت له لابس لبسي ومذاكر وان شاء الله جاهل حضرك حالا فوأنا نازل قابلت هذا المساعد قلت له يا ابني أنت أجتني وشفتني وأنا مش في القضا ولايتنيش قال لي آه قلت له عملت إيه قال لي بصيت من على الباب كده وما لقيتكش فمشيت قلت له ما بصيتش على الجنب كده مثلا ممكن أن أكون قاعد في ظهر الباب مثلا ومريح كده بذاكر قال لي لا الحقيقة ما بصيتش قلت له أنت غلطان وأنا بفهمه فهمته بعنف شوية فالواد حس أن أنا بزحق يعني عيني شاب بقى ولا قراجب أقول له لا مش مفروض تعمل كده المفروض أنك تتخش وتبص وتأكد أو تعالي صلاته وتتكلم أستاذ يوسف أنت موجود ولا مش موجود يا جماعة الأستاذ يوسف فين تسأل كده ده الأصول يا بابا احنا تعلمنا كده إنما أنك تبص وتمشي وتروح نغطى عليه شوية فبكى من باب التعليم يعني أنا قاصل لأن أنا أعلمه المهنة يعني لأن أنا درست أنا درست في أكاديمية الفنون بعد خمس سنين بدرست فبالتالي أعتبرت خديتني حتة أن أنا بوجه تلميز من ده لمزتي يعني فالمهم خدي عين الشاب خدي الكلمتين وراح له الأستاذ رائد فعيط لا أستاذ رائد قال لأستاذ يوسف زعق لي فأنا رحت داخل عشان أمثل فلقيت الأستاذ رائد معبلني قال لأستاذ يوسف بعد إذنك أقولك حاجة على جنب فرحت فخير أستاذ رائد في حاجة قال لي الولاد هنا بيعتبروك أبوهم وإنت الكبير بتحتوين كلهم إنت زعقت للولد الوضع عيط قلت له وضع مين قال لي المساعدة اللي معنا فلان قلت له أنا زعقت له قال لي آه ده بيعيط فروحت جاء تعال يا حبيبي أنت ملك في إيه قال لي يا حضرك زعقت لي قلت له وأنا نازل كده قال لي آه قلت له يا حبيبي أنا ما كنتش بزعق لك أنا نازل بإحساس الشخصية فأنا نازل دلوقتي هعمل ناشت شخصية اللي تحكمت فيها بالضبط كده فيبني عشان أنت ما تعرفش الحكاية دي أنا من الممثلين اللي بنزل بإحساس الشخصية فلو قابلتنا وكلمتنا حكلمك بالشخصية فالأستاذ راد قال له يا حبيبي هو أكلمك بفاروق مش بيوسف حبيبي شوف إزاي آه فهي دي كانت الموقف طيب إيه رأيك بقى يا أستاذنا في الكلام ده مشكل مستخبي شكرا لك يا أستاذ يوسف ومعلش تقلنا عليك لا حضرك نورتني المهمة تعرف أن أنا صابور برضو والحمد لله ما أزعلش